موسيقى موسيقى مورات من دوار ولاد سهلال ببلدية دهامشا أحد المتضررين من مشروع الطريق السيار جنجن العلمة المعنى بتهديم مسكنه قريبا رفقة 29 عائلة أخرى وذلك بعد أن شملهم مسار الطريق السيار بعد تحويل مسار جزء من المشروع بإقليم بلدية دهامشا لكن امتيازات التعويض التي تحصل عليها كانت صادمة ولم تكن كتعويضات من سبقوهم من المتضررين بإقليم بلدية دهامشا والبلديات المجاورة مهمة هاي الدار تاعي الساكن في الدار تاعي كل شيء الحمد لله هالي من يمدال لا من يمحوص لها الساكن ريفي لأولو كون ساكن الحمد لله مهم دار بنيها بيدي الحمد لله لقد قلت سهلها في الأطورك كيف قيموها؟ قيموها بـ 40 مليون 40 مليون هزيتها تاعي؟ هزيت 40 مليون ما ندري بها؟ لا تدري بها ها المشكلة ورا لا تبني ليش 100 مليون ما تبني ليش مين باداركين ما يطيحوا لي ما تبني ليش لا تقلب هاليك المكان ما قالك مكان له ساكن ريفي لا قطعة أزراب ليه 40 مليون قالك تخرج 40 مليون قالك تخرج وفي أي لحظة قدر يطيحها ما على بلش أنا لغدو أو الأسمانة أو الأسمانة يطيحها دو كان كنت ساكن من زوج عندي زوج دراري أصلا ما كنت شمحوا من دائر بلين أصلا ما يطيحها الحمد لله أخيباني هابد رعيب أصلا ما يقولون ما يحاوز عليها هادي لك وعطاني 40 مليون يقول لك تخرج بل لك ممكن سمينة هذه أو سمينة أخرى طيحة 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 لي ومعطاني لساكن ريفي لا قطعة أزراب ونبني مكان ولو وراها قالك مكياج قالك ما عندكم ولو ها بالنسبة للقرى المضررين في البلدية الدهمشة قرية الروابحة قرية ولد معيزة قرية ولد سهلال والسكان المضررين عددهم 29 بيت وكل بيت فيها عائلة الله أعلم ممكن بلك ربع عائلات ممكن خمسة هؤلاء السكان لم يقفوا ضد المصلحة العامة ولم يعطلوا إنجاز وأشغال المشروع بل سهلوا ورافقوا مهمة ومأمورية الجهات المعنية بدراسة وإنجاز المشروع وذلك بعد الوعود التي تلقوها من السلطات الإدارية لدائرة عيل كبيرة مقابل تسهيل إجراءات حصولهم على امتيازات التعويض مثل المتضررين السابقين وذلك بمنحهم قطع أرضية صالحة للبناء وإعانات البناء الريفي لكن النهاية لم تكن كما انتظروها يقولون نهاية البناء الريفي ثم المضرراع وقالنا نعطوك وبناء الريفي فقد أريد وذلك يلصون الممئنة فإن أمنا المستجيل ومع المصالح الدائرة أو الولاي عونا في قطعة أراضي وبناء ريفي نشفي نقضونا بنيو في النهاية نتفاجئوا مكان لبناء ريفي لقطعة أرض ونالي ولي ترتعنا هذو الأخرين كي بدلوا الطريق كانت علاجية وقدوا قاسونا كنا في الأول إحنا خاتين كي ولي وبدلوا البلاغ قلبوا علينا نحن قالوا انهم خاتين بدلوا الأولين اللي كانوا يدولهم ونحن قالوا انهم خاتين يا أخي يا أبو الطريق هذه مبروكة سيدي وأنا فرحانين بها معليش بلوس عليها اللي ما كناش معنين بطريقة ما كناش معنين بها قلبوها وقلبوها علينا وقبلناها قلنا مكتوب الله رئيس دائرة وعطوني وعود وكين الشهود كين كلش بالأدلة ووعدوني باللي تخلي الأشغال تخدم المطالبتاها كلها محفوظة جميع المواطنين المعنيين المعنيين متضررين بالطريق السيارة هذه وعود خدموا الخدمة كملوا اللزمة تحم خدموا الإجراءات التوحم كملوا توجهنا الدائرال عند رئيس دائرال عمرنا الاستمارات وقال لك بلي توجدوا الوثائق تاعكم باش نعطيكم قطعة على الأراضي والدعم تاع بنا الريفي يعني كل تسهيلات كانت متوفرة نحن نعطيكم حقكم مهما كانت الظروف نعوذوكم ونعطيوكم قطعة أرض كما الأولين ونعطيوكم 70 مليون كما الأولين سهلونا الأمر بتاعنا يمشي ونعاونوكم نهار اللي قضاء حاجتهم قال لك دب الراسك نحن تعويض هذا يعطيناكم تعويض دب الراسك وين تبني ما عنا أرض المير يقولنا روحوا للولايات والولايات والدائرات يقول لك روحوا للمير إلا الأرض ما عناش نحن بلدي دامسة لا يوجد الأرض بل دائرة كبيرة لا يوجد الأرض نحن كنا نعطيوكم في بلاصة تعيينة مليحة ما عنا نديروكم وش روحوا نديروكم ضب الراسك ونحن نهدموكم الديار ثم الله يسأل لكم رحنا للولايات نفس الهضرة رحنا للدائرة نفس الهضرة نحن نحن للمير المير نحن له مرحوا نفس الهضرة وهي أنا رئيس بلدي ومشيح معنا في المشكلة قال لك أنا فمجيشة قال لك أنا خاطيني قال لك نحن نفس الهضرة ونحن نجل سأخذ الكائنات 100 في 200 تراب قدنا قد قد وقال لديك الوالي لديك لوكي برك حسنا استرحنا وقال لدينا وقاموه وقال لدينا قاموه عن بعد رأيس ديره جاءنا بالدنيا إذا كنت من خطرات الأولى رأيس هابوي وضعتنا وقال لدينا جديد لدينا فهم القاضياتكم وقال لدينا جديدة وقال له وقال له من حكم هذه المكانة حتى ومشكل وقال له المستقبل هذا التراب لديك قطعات ولديها سبعين مضمون وقال له مساعدة عشرية وقال لك انتقل التراب وخارجوا ت sparkmi هذا الكلمة وقالنا خارجوا لي فخارجوا هؤلاء واحدة وقال لهم رحنا اذهب الولاية الوالية وقال له وليس الولي غايب الولي غايب الولي وانا ما زلنا في الشيء هذا اللي كان جابوا هنا قرارة لغوت الهدم جمعوا على مرفضي هنا ضلنا مرسلة وصل الجمهورية يأخيرا ما زلنا مقلبناش وانا نستنوه وعدونا قالوا ان ما تهضروا معا مولود يوكيلو خدمتهم الشيء اللي مدونا ما يكفيناش باش ننشري به التراب ونبني به اليوم ما رانا نطالبو فيه مع التراب شاول حي قالوا ان ايه وانا ها راحنا قالوا ان ايه ايه هالخطرة كيخرج قرار الهدم كيو اللي نشوف الدارة قالنا لا لا نقال للوالي ما كانش قال كتبت له وقال ما كانش ما عنديش تراب كيبا نبقاهم طايشين كيبا راحنا ندركوا ندير بعد طرقهم كل أبواب المسؤولين المحليين دون جدوى وخوفهم من تشرد عائلاتهم الصورة التي أصبحوا يرونها قريبة جدا يناشدون والي الولاية بالتدخل وإنصافهم من مبدأ العدالة الاجتماعية كأمثالهم من المتضررين من هذا المشروع ذكو احنا لما نجد السلطات المعنية بالأمر يا أخي احنا لرانا جزائريين وعننا حق في البلاد هذه أعطينا حقنا كيما اللولين كيما اللولين عطيتهم عوضتهم عطيتهم سبعين مليون وعطيتهم قطعة أرصال حال للبينا احنا خدمنا على الوطن هذا احنا خدمنا ومشينا وضحوا والدينا وضحوا جدادنا كيما الناس كل احنا ما نملكوا حتى حاجة الدولة اللي عندها كلش الدولة اللي تملك احنا طلبين باش يأعطيونا مورسو تراب وبين الريفي هذا هم اللي وعدونا بهم في اللول ما تكفيناش طلبوا بلاد الاجتماعية لازم تطبق كيما اللولين اللولين تاع اللي مددوهم تاع بني بوداب البطاح تاع اهنا الدهمش مددوهم وكل اللولين تاع بني عزيز عين السبت تحت الجيجيل مددوهم احنا واش راه نديرو ما عنو احت حاجة اللي يلقينا باش نديروه هم جابوا القرارات ومسنين عليهم بلي منهزوهم تقرارت الهد هم عند الابريقاد ورحنا لهم عيطونا رحنا لهم قلنا لما ودي منهزوهم قدمنا شكوه احنا قدمنا شكوه قلنا لما نهزوهم اه حتى يديرونا حل كباع لجال تراب باش نبني وما نقعدوش نطايشوها قديك في الشارع اه يسيد الولي احنا رانا نشدو فيك يسيد الولي متضررين تاع تاريخ السيار احنا رانا نطالبو في قطعة ارض وبناء ريفي كما جميع المتضررين هاو جاري وبنعمي اهو مستفاد من قطعة ارض ومبناء ريفي مبروك عليه وربي هنيه ان شاء الله وحنا رانا جيران وبنعم في نفس الرواق في نفس البلدية في نفس الدائرة في نفس القانون هاي الدار تبعد حوالي 100 ولا 150 متر السبب على ما نديروش ما زال ما فهمنا فيها ولو نطلبو من العدلة من سيد الولي العدلة الاجتماعية كما جميع المتضررين اللي استفادوا في قطع ارض وبناء ريفي هذا هو المطلوب يا سيد الولي جيران الدونا جيراني الدو بناء ريفي وقطع ارض البناء اه بلدي اه بلدي اه بلدي تشهد الدو بني يهود الدو بن عزيز الدو عينس الدو دهمشا جيراننا الدو بقنا 29 و30 هنا عائلة هذا وش كاين حضرنا نطالبو مسيد الولي يطينا قطع اراضي سرح البناء وعند بناء ريفي اخويا نطلبو مسيد الولي هذا احنا را نديرو له ضم ان شاء الله را يستقبلنا نحن المعنيين اخويا لاش تزيد دخوله ثلاثة اربعين فضروا ما هيكلموه احنا كذلك نطالبو بوالي الولاية يهتم بالقضية هذه وينظر لنا في عين الاعتبار ونطالبو كذلك برئيس الجمهورية ينصفنا وينصف الحقوق انتاعنا كذلك ونتمنى ونحن ان شاء الله كذلك نسفاد بناء الريفي ومقطاع الاراضي كيما الناس وخلاص وعدالة اجتماعية للجميع ان شاء الله هذه المئة المليونيين اللي اعطيتها لي نبني بيها نشري بيها ارض وش ندير بيها عياك عوط لي ثلاثمية مليون هنا تراب عندنا في لبالذي الدامسان شوف تون بريفي يدير مليون للمترة لا قاز لا مالة تري سيتي بعيد على المدرسة بزوش كيلو ذوقي لعننا لعننا جهة اخرى نروحوا لها وجهنا قد روحوا لجهة اخرى لعننا غير الوالي نروحوا لي وين نروح ربي مفوق الدولة من لطحنا وين نروح هاي وين نروح اللي عنده ثلاثة وربعة واللي كبير في السن عنده خمسة وسبعين سنة وثمانية وسبعين سنة وثمانين سنة وعنده اعطاوه ميتين مليون وعنده ثلاثين وارث فرقوها ثم او يعرفها او يعرفها العامل خاص فرقوها ثم بالفريضة كل واحد راح لنمرو تشاكتاو نمرو تشاكتاو شكون اللي الضحية الضحية اللي يبقى في الدار هذيك الشعب هذا لا صعبت عليه يا اك� ينجي للدولة الدولة هي الصح المحقور يروح للدولة الضعيف يروح للدولة المحتاج يروح للدولة الناس كون راح للدولة هاي حنا الدولة هذي مقلنا لها حنا قاعدين وقلنا لها سلكينة إنحن قلنا injustice لوجه الله كالعلى mareal تعطيني لوسراب تعطيني لوق والإعاناء تعرفه على عقل نتحرك على عقل ندير مسافية بدون بطل warten تعيني ديت له أقطار انا كنت تكن في أقطار تعين له هل يطلق من هذا الدار او هذا الترابع؟ هل يطلق من دينار غنزك؟ نحن طرقنا جميع الأبواب لحياة المنتونادي يقول لك أنا خاطيني مؤخرا خرجت قرارات الهدم ورفضنا قرارات الهدم عند فرقة الدرك الوطني ومظينا بالليغ رفضتهم ما نهزوش قرارات الهدم نحن اليوم كيلحقنا باش كما يقولنا نغطي أولادنا يقول لك تذهب للقانون نزع الميكية الدار تسقم في أزوج ملايير ويعطيك 200 مليون قانون نزع الميكية إذا كان 250 أو 260 مليون تبني سبعة من الناس والثمانية عائلات في الدار يقول لك قانون نزع الميكية تابقوا عليها في 2013 القونتار تالحديد يدير مليون ونص أميليو سانسون تقرأت على السماء كارون سميل المصوية ترواز سميل الشيخ في عمره 80 سنة يبني من اليوم يبني؟ يبني دار؟ ينوضي خلط البيطون ويبني دار؟ ينوضي خلط البيطون ويبني ينوضي خلط البيطون ويبني لا ينوضي خلط البيطون من المستعيلات هذا هو قانون نزع الميكية يطبقهاك طالبوا بالعادلة الاجتماعية بخصوص جميع المواطنين متضررين لا أكثر والأقل ما نطالبين لبطمة لا نسكنوا لا في حيدرة لا في تمرس لا في وهران قابير هذا ره جاء بكين كما يقولون الناس المواطن هذو كيلهم ره خويا جاء حكم الميترا من الميترا من البطو للبطو إلا عندك بارك ويحسبوا لك إلا عندك قطريك خادمها لك إلا عندك كاسينيسم وخادمها لك لا يحسبها لك يقول لك أنا نديوش عندي من البطو للبطو هذا الشيكان يعطيك فيه دار دارتا يعطي كفية 300 مليون تشبتها من جيبك حتى في دارك يقلبها لك نقصها لذوق أم هذو دراه منا أنا نروح نشري بيهم اطراب ولا نشري بيهم دار أنا هنا في أولاد المعزة منطقة أولاد المعزة هنا أطراب رأيتين مليون والله مليون صدقني باللاغ المليون ما يعلم بها العام الخاص رأي مليون الميترا نحن اللخر فينا اللخر فينا اللي قاسونه دار والله أقسم باللاغ ساكي في قطار وتروح أنت تهدر مع شرفتها يقول لك روح المحكمة ويقول لك عدم تأسيس أنا كوشيوع سي محمد أنا عندي عبا قطارات سبحان الله ويقول لك يعوضي البيطون ويقول لها الروح هنا أنا مديت للمدولة لا ريفي لا تدعيم لا لنصاش مديت حتى حاجة وما يشتغم في الدولة والحمد لله الحمد لله يخدمين بذرعين والحمد لله ولكن هذه المدولة ويقول لك هذا الهبال سي محمد والله يصدقني أن يقول لك يا شاف دلالة تفضلوا خرجوا لي برا سبحان الله والله قانت فضلوا خرجوا لي برا سبحان الله وشاق فور روحوا لي محمد ثم سنين ثم سنين ثم سنين ثم سنين ثم سنين سبحان الله ولتقريب وتوضيح السورة أكثر للمشاهد وللرأي العام اتصلنا برئيس بلدية دهامشا فيصل البازدا الذي اكتفى برد مقتذب يقول فيه اشتركوا في القناة